دون شك أنت لما أول ما ذكرتوا موضوع بيدرو ألمودوفار أول شيء إجع على رأسي اللون القوي الصخ باللون الأحمر أنا حشيتك أنه أنت بالضامن مع ماريتاريز يسخويا يعني هي الوحيدة التي تعطي بها مثل في الاحتراف كانو هي الوحيدة ممثلة معنا أي فيلم أنت بتفضله عند ألمودوفار وبتنصح الناس يحضروا هن ونطرين الفيلم الجديد بس سميلنا الفيلم مثل ما ذكرنا بالأخبار أنه بلش بيدرو ألمودوفار بالأسابيع الأخيرة على فيلم روائي باللغة الإنجليزية لهالكاتب الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار عم بيشاركوه بالبطولة ممثلتين رائعتين يعني تيلدا سوينتن و جوليان مور أول مرة بيجمعون سوا الفيلم بعنوان The Room Next Door وهو قصة علاقة معقدة بين أم وبنتها وبيفصل بينهم سوق تفاهم كبير ورح يتم تصوير الفيلم بالربيع بين نيويورك ومدريد المخرج المحبب لي زميلتي ماري تيريز طبعا مش نحكيه عليه اليوم مش نحكيه على عودة الفيلم الفيلم اللي يمثل العودة للألمودوفار للأفلام الروائية الطويلة خاصة بعد الفيلم الخريني اللي هو Parallel Mothers عام 2021 والذي نالت عنه ممثلة المفضلة بنيلوبي كروز كأس جولبي لأفضل ممثلة في مهرجين البندوقية السينماي الدولي وترشح أيضا لأسكاري أفضل ممثلة وأفضل ممثلة وأفضل موسيقى تصويرية ماري تيريز بنيلوبي كروز شغلي معه تسع أفلام لأفضل ألمودوفار فلنحكي أكتر تفاصيل هيك ومحاور حياته بمين متأثر بيدرو ألمودوفار مدرسته هو السينمائية وشني يقدم عيما على السينما وليش بيدرو ألمودوفار مش غيره من السينمائيين الإسبان أصبح هذا السينمائي العالمي وأصبح واحد من أهم رواد السينما واليوم هم بعمر 73 سنة بعده عم بيقدم أفلام مهمة أكيد ما قلنا غير ليس دمر نحكي معه بهيدا الموضوع هاي ليس بيدرو ألمودوفار علامة فارقة بالسينما العالمية ومن السينما الإسبانية للعالمية تأثر كتير بولدته رغم كل الظروف يلي قطع فيها والعقبات لأنه يقدر يكون مخرج سينمائي يسمى مخرج السينما المرأة خبرنا أكتر ليس قدالي اليوم من خلال أفلام ونحن نشوف مخرج يصور المرأة بطريقة مختلفة حساس كتير وفات إلى أعماق امرأة كل مرة صورها بطريقة بأفلامه أول شيء بسلام عليكم من الترزو على العزيز دامينو دون شك أنتوا لما أول ما ذكرتم موضوع بيدرو ألمودوفار أول شيء إجعل رأسي اللون القوي الصخب اللون الأحمر ولعله اللون الأحمر نعرف أدي أحد أكثر الألوان اللي بتطبعه القوة الشغف الحب الانتقام هو لون الدم اللي بنفس الوقت مسل حياته مسل الموت عند ألمودوفار فبقى ضغري استحضرت هذه الحالة وهذه الألوان الرائعة من أفلامه واللي دائما هي حاضرة إلى جانب أهم شخصياته متما ذكرته شخصيات المرأة شخصيات المرأة بكل حلتها وخاصة شخصيات الأمر لأنه متما ذكرته هو كثير متأثر بأمه ولعله يمكن أجمل شيء ممكن أقوله هو لما مرة ذكر ألمودوفار ليه هالقد متأثر بولدته لأنه فعلا كان عندها الإدرات الطبيعية أنه تختلق أمور بس حتى تحل المشاكل بسلاسة وتحمي أولادها ولعله هذه قدرة الابتكار الاختراع عند أمه هي التي طبعت مخيلة بيدرو الصغير ووظفها لاحقا بأفلامه لذلك كيف ما شفنا المرأة أنه كانت المرأة اللي عم تجرب تنتقم من زوجة لخينة مثل ما شفنا بفيلم نساء لحفة لانهياء العصب أو تودو صوبري ميمادري لما هذه الأم التي بتخسر وحيدة بحادث أليم أو أبلا كون أيل توكتو هور تحدث لها يعني كل أفليمه بين عنوينها لا لغوص في تفاصيلها ومكنونيتها عم نشوف قده هو مثل ما ذكرتي كان مخرج المرأة كرم هذه المرأة وهو يقال أنه أنا قريب من هذه المرأة لأنه أنا من أنا وصغيرت عيشت مع أول مرهمة لألي هي كانت أمي وأخويتها خليتها وجيرانها ومنهم هل أدى أنا استقيت من هذه القصص وإحدى لقائته مع أحدى الأكاديميات البريطانية المهمة عند البافتا عم يقول لهم نصيحة لكل المخرجين إذا تكون تروي قصص اذهبوا عند النساء واذهبوا بالتحديد عند أمهاتكم لأنه أنا بالتأكيد عندهم أروع الروايات تخبروكن إيها ترجعوا وتستمدوا منها يعني كل هذه القصص وترويها سينمائيا يعني أنا بين اثنين اليوم غرامهم بيدرو ألمودوفار مش عارف شنبش نحكي معاكم تحديداً توم الاثنين اليوم خاطر معناها الموضوع رح تصير تحبه أكتر رح تحضر أفليم ضعر لي لزم نكون أنا العكس مش معناها اليسفقت اللي نحكيه على بيدرو ألمودوفار ونحكيه على نوعية السينمام تاع بيدرو ألمودوفار سينمام مختلفة أنا ديما نحب نمشي للنقطة اللي يشير لها برشا نقاد ويتحدثوا عليها بشكل كبير وهي نقطة الغرابة في أفليمه وتعتبر ويرد غريبة أو ما يعبروا عنه بها المصطلح لفيلم إكسانتخيك أو الأفليم هذو ما ليهو كأنه كأنه هذا هو نوع الأفليم هذا الجنغ هذا الكايند أوف موفيز أوف بيدرو ألمودوفار يعني أنه الغرابة هذه على الرغم من أنه صحيح مخرج سينمائي رائع وصحيح هو أنه بدي مسيرته بطريقة يعني مضحكة جداً يمكن حتى كيفش بديه وكيفش وما قراش سينماء وما كانش من الناس اللي يتعمق يكونوا لكن هذا الكله ومن بعد نلقاوا النوع من أنواع أفليمه المودوفار الغرابة اللي يوصفها النقاد السينمائيين نعتبروها أنه غرابة ذكية غرابة فنية أم فعلياً هي غرابة لنكون مختلفين في نوعية السينما اللي نقدمه اليوم أنا رح أكتوس منك دامينو لأنه بدي أقول لك أن أفليمه ديما ديما غريبة هي على طول إكسانتريك على طول هو كان الرياليزاتور البروفوكاتور هذا المخرج المستفذ بجرأته وممكن أن تصل هذه الجرأة إلى حدود مثل ذكرت صاخبة وجامحة لأنه ما بدنا ننسى أنه المودوفار تعرف أنه أتى من حياة مضطربة وحتى بعدين مراهقته كان ضمن حكم فرانكو الدكتاتوري والرقابة والأمنوعات وكانت أنا بالنسبة لأيلي هذه السينما بكلاسيكيتها مكموعة أنا شبهت بهذا العصفور اللي لما طلعته من هالقفص ومن هالسجن طار وحلق بعيداً وعالياً وجنحة إلى حدود الصخب وحدود جامحة جموح يعني هون لهذه الدرجة بتشوف أنه كان هناك طرق منتفئ أو منتفئ عليها ولكن وسائل اللي عم يجري بقدمنا فيها هذه الأمور كان جداً وعي وصحيحة ومتمكنة وممكن نحكي بعدين عن أراء النقاد وعن أراء الجمهور اللي دائماً قسم وعالطول كان في هذه الجدالية مثل ما ذكرت مين بيحبه وبيعشق أفليمه ومين ممكن بيكرهها أو بيمكطة وبيعتبرها زيلة أو ما لمعنى لذلك دون شك بيدرو آن مودوفار تمكن بهذه الجرأة وبهذا أس بدنا نقول أنت ذكرت الغرابة واللي فيه إكسانتريك أنه وهو لما نهل من هكي من الفنون أو العوالم الفلكلورية والفنون الشعبية لإسبانيا وهذه المدن التي زارها والتراث الإسباني فعلاً تمكن أن يجمع كل هذه الشخصيات وحيحكيها وكل مكنونيتها وتفاصيلها ويحطها ضمن هذا الإطار ولو أعتبروه الكل غريب كان يعرفوا أنه يوسع إطاره ويزغره قد ممكن تكبر هذه الغرابة أو تصغر ولكن كان عارف فعلاً أنه هذه ميزة خاصة به المميز فيه كمانا أنه اختار ممثلات ما حدا كان مكتشفهم قبل حسب ما بيقول أنه ما بيعني بس الشكل الخارجي كان يفوت إلى عمق كل الممثلة وحتى منهم دي بالما يلي شافها بأحدى الحنات وتقرب منها أكثر واكتشف فيها الممثلة يلي اشتغلت معه حوالي 8 أو 9 أفلام وأصبحت من أهم الممثلات شو رأيك اليس اليوم اختياروا لهالممثلتين يلي هن تيلدا سوينتن وجوليان مور ليكونوا بفيلم جديد انتقى ناقد كيف تشوف هالاختيار؟ دون شك عزيزتي أول شيء يسلم تمك لأنه فعلا هذا الشخص اكتشف أهم الممثلات ولهن كمان مثل ما هو ألهمهم ولهن كمان ألهمهم ودون شكل عم يجي يخدوا استابلشت أكترسز رائعات أبدعوا هن كل واحد منهم بالمجال الدرامي إن كان جوليان مور أو إن كان تيلدا سوينتن اللي كان له تجربة معها بفيلم أصير اسمه The Human Voice وهلأ أريد يخوض غمار أول فيلم طويل روائي مش فيلم تصير بعد ما كان عنده تجربتين قصيرتين مع ممثلتين وفعلا عم يقول أن هذه التجربة أنا أصدر من 2006 عم يجرب أعمالها ولكن كان يغرب منه ويبتعد لأنه ما بده يكون إنتاج هوليوودي نحن منعرف كيف يشوف هو هوليوود وكل هؤلاء المؤلفين لسيناما دوتور بتشوفها بيه إذا فيها نقول قام تقمع لأنه نعرف نحن وانيكي عندنا الهوليوود سيستم والسيديو سيستم اللي ما بيعطيك الحرية الإبداعية أو الكرياتي فريدم لهيك هو كمان أسس من طلب تعرفه شركته مع خيه أغوستين واللي عم ينتج عبر ألديزي هو كل أفليمه حتى ما يعوز يكون تحت قمع أي حدا ولكن حتى أرجع لهذا الخيار فعلا أنا بعتقد أنه رح نشوف بعد حتى من هالممثلتين اللي قرأنا كثير منهم بتاريخ السينما ودخلنا فعلا معهم إلى عدة شخصيات وتفاصيلها وأعماقها بعتقد أنه بعد رح يطلع منهم أمور أكتر ليه؟ لأنه المدفار غير أنه هو بيكتب قصصه وبيعيشها حتى هو بيقول أنه بعمل الريهيرسل بينه وبينحالي أنا برجع بسمع كل الأدوار وبجرب عيش كل شخصية قبل ما أنا أعرضها وأعمل معها الريهيرسل مع المثلين وحتى كمان في أحدى المعلومات أو الهنس أنه أيام قد ما بيكونوا الريهيرسل أو التجارب ناشحين تخيل ما أعماري التلاز برجع بيستعملهم بالفيل نفسه لأنه بيعتبر أنه يمكن طلع منه القصص يمكن ما يجعيش فيه بعدين قدي مهم أنت كل مرة بدي أسري كده الممثل بالسؤال لأنه ما فين أهرب من واقع قدي أنت كمان ممثل لمحترفة قدي مهم الريهيرسل قدي مهم المخرج فعلا يعيش معك الدور اللي هو بيكون كاتبه مش بس يقدم لك الدور يعطيك فقط يمكن بعض خيوط أو إدارة تمثلية مثل أنه نشوف للأسف ببعض من السينما العربية أنا حسيتك أنه أنت متضامن مع ماري تاريز الياس خويا يعني هي الوحيدة اللي تعطي بيها مثل في الاحتراف كانو هي الوحيدة ممثلة معنات ما في واحد يحكي شي يا الياس ما حسيت عندك دور مع المدفار جايب يا ريت يا ريت الياس دقل له خبره وبدنا دور مع المدفار ما شبي تاخو دور مع المدفار أنا نحب نحكي على حاجة شوية وناخذوا فيها رأيكم الاثنين بتبيعة الحال وديما عاد نرجع للغرابة من جديد هو مش فقط لأنه نحنا نعرف أنه كل مخرج طبعا عنده ستيله كل مخرج عنده طريقته كل مخرج يحب حاجة معينة مختلفة ربما عن بقية المخرجين ولكن أنا هالغرابة هذي تحديدا ديما ناخذها بوجهة نظر أخرى لأنه اليوم نعرف ونحنا خاصة كنا نتحثوا سينمائيا إذا نتحثوا سينما نخبة نحنا أكيد مش نحبها المدفار ولكن أنا لو نعرض مثلا فيلم من أفليم المدفار على الرغم من أنه تناول قضايا تعني المرأة ولكن لو نعرض الفيلم اللومي أكيد مش نفرش فيه مش مش بش يعجبها الفيلم لشان هيك فيه أراء متضاربة حولنا المدفار يعني مثلا سينما الإسبانية مع المدفار وما سابقه مختلفة ربما عن السينما الإسبانية تول ياسو يمكن أن تصلح لي لأن السينما الإسبانية حاليا خاصة مع نتفليكس وخاصة مع المنصات اختلفت نوعا ما عن سينما الإسبانية اللي نعرفوها مع المدفار والمخرجين اللي كانوا قبلوا الكل والفترة هذي كانت على الإخراج والسينما الإسبانية مختلفة نوعا ما على العوربي ولكن يبقوا لكلهم يتمحوروا حول فكرة السينما المستقلة والفيلم والسينما دوتور والجو وهذا الكل كأنه فقط نخبوية هذك عليش بيدرو المودوفار كنت حدثوا عليه هو مخرج مشهور جدا على الصعيد العالمي معروف جدا في العالم ولكن ربما عند الجمهور السينمائي العادي اللي يمشي لقاعة السينما مش بها المخرج اللي عنده هالزخم الكبير هل توفق الرأي معايا ولا أنا وحدي في موجه أخر لا لا أكيد هيدا الشي معترف فيه أنه منه منه مخرج كل العالم بحبه مشهن هيك كتير نكتب عنه حتى في نقاد كتير انتقدوا أعمال بيدرو المودوفار لكن هيدا نوع من السينما شئت أم أبيت هو نوع جيد عنده تفاصيله عنده ميزاته ورح ناخدها من الياس الياس انتي هيدا أكثر نوع سينما تحبه أم ليه رح انطلق من شغلي لأنه حكيته وحكيت كمان ما ليتراز بالتحديد على النقاد عزيزي تقالك شغلي هون لأنه بدي أكتر اخد كلام الحرفة يعني تلا بيقولوا لي أحد أهم النقاد على الصعيد الجماهيري والنقضي اللي هو كارلوس بويرو اللي بيكتب بالبيز بيزة صحيفة البيز من فترة لما طلع وقت فيلم تودو سوبر دي مدري بآخر التسعينات كل شيء عن أمي اعتقدت أن فيلمه هذا كوميدي مضحك يصور حيوانات مناظر خلابة وممتعة ومقنعة من النحية الستراتيجية وفي أوقات معينة تكون تلقى الأوقات نفسها مخيبة حتى في جنبها المضحك يعني تخيل ناقد من الداخل الإسباني هل أد عنده هذا التأثير الجماهيري والنقضي قصف جبهة الفيلم وفي الوقت نفسه تودو سوبر دي مدري اللي فعلا كان عنده هذه الجماهيرية ولم يكن فقط نتسميته أنتوا يمكن أفليم نخبوية مع أنه أخر مرة عم أقول بأحدى المقابلات أفليم نخبوية قد موثل لبناني قام قيمته وقال لي بليز ما تقول بس هيك لأنه حتى هذه الأفليم ممكن يكون عندها بعيد جماهيري هل أنا بوافق أو ما بوافق بضل بإلك أنه في أفليم وخاصة اللي هي بروفوكاتور أو ديرانجات أو لفيلم شاك أفليم الصدمة ممكن تكون لكل عالم ولكن اللي بدي أقوله كمان شفت قدي من الداخل الإسباني هي جامو ولكن من الخارج كان في أحد النقاط السينائي البريطين الراحل فيليب فرانشوئيل قال لهم لقيت مضحك وحزين وسخي عاطفيا كل مشاهد منفذة ممتازة والفيل مصمم بطريقة صحيحة ومحكمة من خلال ذكر هذين الرأيين تنقلك قدي كان حتى بيدر ألمودوفار نفسه كان بمعركة مع النقد ومؤسسات النقد اللي داخل بليده قبل خارجها لذلك حتى الجمهور داخل بليده فيه من أحب وفيه ما من أحب أنا بالنسبة لأيلي شخصيا بعض الأفلام يمكن إذا بيسحلنا نقول أنه هي إخفاقات يمكن لأنه منضجت الفكرة فيها وكتملت يمكن مثل The skin I live in أو مثل broken embraces ولكن أنا حتى هذه الأفلام رأيت فيها روح ونفس بيدر ألمودوفار أنجد الاستثنائي والذي وضع له هذا الإطار اللي ذكرنا عنهم شوي واللي يعمل له هذا التجنيس الخاص فيه بالوقت اللي كانوا غير مخرجين يخافوا من أن يؤطروا حالهم ليش؟ لأنه بدوا يقدروا يشتغلوا بسيناريوات مكتبصة لغير أشخاص لغير كتاب أو مع استوديوات أو أنت أنت هلأ عن نتفليكس اللي هي بالنسبة لأيليون تفرضوا عليهم أن يقدروا يشتغلوا محيلا سيناريو هو مستقل هو مؤلف للسينما دوتر بيكتبوا بيخرج وفعلا عنده هذه الحرية الكاملة لدرجئيا بيخرج أفليمي ممكن ما تعجبنا ولكن بالنسبة لأيلي عم متعبر عن ما مرأ فيه ممكن من طفولته أو مراهقته وكل الإطرابات المعقضة اللي عيشها بحياته أقنعتني أخويا هانيس كنت أقنعتني لا فعلا بيغوث بتفاصيل الشخصية وبتفاصيل حتى المثلات اللي يشتغلوا معه بيحكوا كثير عن هذا الموضوع وكلهم بيحبوا إلا مسلة واحدة ما رجعت تشتغلت معه كثير لا بنيلوبي كروز بتعتبر أنه من أجمل التجارب اللي اشتغلتها نعرف ذلك عليش أنا قلت بنيلوبي كروز إنه نعرف هي أكثر حد عملة على بيدرو أنا نحب برشنا ومثلة ذلك عليش بتفرش في أغلب أفلام بيدرو المودوفار وبتقول كمان بنيلوبي كروز تنختم هيك آخر شي إنه تعرفت أكثر على بيدرو المودوفار وعلى السينما طبعه لما تعرفت عويلته وفهمت مظبوط هو كيف عم بيخوض السينما طبعه طيب هيت خلني أخذوا موضوع ماري تاريز ما بعضنا هو أفلامه الجديدة تطوره في السينما معنى أنه بيدرو المودوفار من مدرسته هي أصلا كيفاش مشيت وكيفاش تطورت خاصة وأنه نعرف أنه هي تطورت بشكل كبير معنى مع السنوات ونحن اليوم نطرح في موضوع على الفيلم الجديد الفيلم الجديد اللي احنا رح نشوفه بالـ 2025 إلياس كيف لقيت تغير كيف لقيت تغير هيدا السينما خلال السنوات يعني أكتر شي لفتني عزيزتي هو أنه من بعد ما سموه أنه هو مخرج النساء مثل ما ذكرت ومخرج الأفلام الميلودرامية أو اللي كانوا يسموه حتى بالعشرينات التليلات بأمريكا أنه هي أفلام الدمعة أو أفلام بورليفام ميلودراما صحيحية فقط هذه الأفلام الأفلام عرف هو كيف يعيد ابتكارة وأخذ هذا الممكن هذه الروحية من أفلام الخمسينات لما دوغلس سيرك عرف كمان كيف يرجع يجددها ولكن هو أكيد بطريقته الصاخبة ولكن مع هذا تطول ميلودراميل اللي عنده أهم شيء يمكن لفتني مثل عم تذكروا أنتم مؤخرا هو حتى لما الشخصيات الأساسية لم تعد فقط يا من النساء وخاصة في الفيلم اللي أكتر شيء يمكن هو انعكاس لحياته الشخصية نوع من سيرة ذاتية فيلم بين أند غلوري واللي كمان عاد هون أحد الموثلين اللي هو أطلقهم ويقولوا كان له فضل كتير كبير عليه اللي هو أنتونيو بنديراس لما عم يورجينا فعلا وخاصة من بعد الفترة المرضية اللي قطع فيها الموضوفار يعني بتقولوا غاص بطريقة جدا حميمة بداخل هذا المخرج وشايف عم ورجينا كيف كان عم يعاني من بعد ما كان فعلا هو بعظمته كيف بعدين صار في عنده هذا الانحدار بمسيرته المهنية ولم تقولوا تجدر الإشارة الأهم شغلة بمسيرته لأم موضوفار إن كان بهذا الفيلم بغير أفلام هو أنه لما نشوف الشخصيات الذكورية وما يبعد عنها ما بيخفيها ولكن ما يبينها بيبينها أنه هي ما بتخاف تخب دمعتها بيبينها أنه هي فعلا عندها حسيس مرافع وهي عندها تفيني بهذا الموضوع وبهذا الأمر كمين أيضا تطور الموضوفار دون تخلى أكيد عن خاصيتين جد مهمتين مثل ما ذكرنا قديش التفولة والذكريت عطول كنت مطبوعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حسب أوله هو وحسب منشوب الأفلام وكمين خاصية أخرى قديه هو دايما لصيق جدا هذا الجانب اللي عنده بتراث إسبانيا والمدن اللي عاش فيها شيلوا هاتين الصفتين أو الخاصيتين ما بيعود الفيلم إلو معنى ما بيعود فيلم الموضوفارو بفيل كأنه أي فيلم كالكونق آخر من سينما أي بلد تابليستا نختم حوارنا أي فيلم أنت بتفضله عند الموضوفارو بتنصح الناس يحضروا هنوا ناطرين الفيلم الجديد بس سمي لنا الفيلم وصفوا بجملة هيك قصيرة كتير صعبتي علي بس إذا بدي نقى فيلم رح نقى تودو صوبري ماي مادري أو كل شيء عن أمي اللي هو فيلم عن جدرة هو أحسن أحسن من أحسن فيلم أحسن فيلم فشكرا ييس طمار شكرا ييس يا تكساحا حلو جدا نحن نقول للمشاهدين يحضروا يلي بيش حضرينه لأول أول موضوفار لازم يتفرجوا في هالفيلم هذي ولازم أكيد أنه يتفرجوا في سينما طبعا نحنا وناخد رأيون يبعتون لرأيكم تنعرف على كل نسلموا على اليس قولوا لك أعتيك ساحة شكرا ليك مرة أخرى أنه كنت معنا اليوم في بودكاست سينما سينما وفي سينما سينما شكرا لليس شكرا يا ناريتريز خلصوا فقراتنا لليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا كل عادة ونحن نستنعوا منكم حتى لو عندكم اقتراحات تحبوا أن يقشواها في البودكاست تمتعنا بطبيعة الحال تلقاوه كامل على قناة اليوتيوب الخاصة بقناة العربي 2 تلقاوه البودكاست كامل موجود على قناتنا على اليوتيوب ومقطع منه أكيد موجود خلال الحلقة التي تعرض كل يوم خميس فلذلك لو عندكم اقتراح أيضا لمناقشة موضوع معين في السينما ممكن أنه تراسلونا مباشرة وبطبيعة الحال ناقشوا هالموضوع في أي موضوع في علاقة بالمدارس السينماية موضوع سينماية أي أفلام بتحبوا نحكي عنها أو حتى بالفقرات الباقية بيش بس البودكاست إذا عندكم اقتراحات حابين تعرفوا قصص جديدة ما قلكن إلا تراسلونا بما أنه عنا ممثلة محترفة فاكيد تعطينا رعيها شكرا لك نحكي عن السينما شكرا لكل المشاهدين لليوم إن شاء الله كل عادة موعدنا عرفتوه الخميس القادم كل عادة على قناة العربي 2 شكرا مشاهدينا وإلى اللقاء إلى اللقاء